في تصريح مكمل لما سبق اكد ولي ولي العهد النايب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لوكالة بلومبرغ ان المملكة لن تثبت انتاج النفط ما لم يشارك في ذلك جميع المنتجين الاخرين بما فيهم ايران موضحا ان المملكة في حال عدم التوصل الى اتفاق لن تفوت اي فرصة للبيع تحصل عليها وبين الامير محمد بن سلمان ان المملكة ستحافظ على حصتها في السوق التي تقدر بنحو 10.3 و10.4 ملايين برميل يوميا في حال تم التوصل الى اتفاق لتثبيت الانتاج وفي حال لم يثبت الاخرون الانتاج فالمملكة ايضا لن تفعل وشدد الامير على انه في حال ارتفعت الاسعار بين 60 الى 70 دولار البرميل فان ذلك سيشكل عاملا قويا لدفع عجلة التنمية مبينا ان هذه المعركة ليست معركة بلدي هي معركة الاخرين الذين يعانون انخفاض اسعار النفط مؤكدا ان المملكة لديها برامجها الخاصة التي ليست بحاجة الى ارتفاع اسعار النفط ومشددا في الوقت نفسي على ان المملكة لن تثبت انتاج النفط حتى يفعل البقية مؤكدا انها ستدعم اي اتفاق جماعي لمنظمة اوبك حديث الامير محمد بن سلمان يأتي قبيل انطلاق اجتماعي كبار منتجين نفط اليوم الاحد في الدوحة في محاولة للتوصل الى اتفاق على تجميد الانتاج لخفض الفائض المعروف في الاسواق وانعاش الاسعار المتهاوية للحديث حول هذا الموضوع ينضم معي من استوديوهاتنا في جدة المستشار الاقتصادي والخبير النفطي الدكتور محمد الصبان شكرا لحضورك دكتور محمد ومتنين لذلك كما ينضم معنا في الاستوديو الخبير الاقتصادي والمالي ورئيس دارة بن خلدون للإستشارات المالية والاقتصادية الدكتور عبد الرحمن الراشد العبداللطيف اهلا وسهلا بك ومتنين لحضورك ابدأ معك دكتور محمد وانت يعني عملك رأي وايضا قريب من الوزارة ومن السياسة النفطية السعودية سياسة المملكة النفطية عبر عنها لبيل محمد بن سلمان في مقابلتي مع وكالة بلونبرغ ان المملكة لن تجمد مستويات انتاجها النفطي الا اذا اقدم كل المنتجين الكبار الاخرين بما في ذلك ايران قراءتك لذلك وماذا يعني ذلك بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة في الواقع المملكة العربية السعودية اعلنت انها لن تقدم على اتخاذ اي خطوة في مجال التعاون لتحقيق استقرار اسواق النفط الا حينما يتعاون المنتجون الاخرون سواء داخل الاوبك وخارج الاوبك واعلنت هذا منذ نوفمبر 2014 اذا هو ليس بالامر الجديد لا يمكن للمملكة العربية السعودية ان تلتحق باي تجميد للانتاج في الوقت الذي تزيد فيه ايران انتاجها وبمعدلات الى ان تصل الى مستوى 4 مليون برميل يوميا وهو المستوى الذي تدعي انه كان قبل رفع العقوبات طبعا ما نجده الان هو تصلم في الموقف الايراني لم تحضر ايران على المستوى الوزاري ولم تحضر ايضا كما وعدت على مستوى محافظها في منظمة الاوبك وبالتالي نجد ان هناك فراغ وكأنما هي تخشى الضغوط التي يمكن ان تمارس عليها من قبل الدول الاخرى وبالذات صديقتها روسيا وايضا العراق وغيره لكن هذا طبعا بطبيعة الحال غير مقبول للمملكة العربية السعودية والان كما سمعنا هناك لجنة رباعية من الوزراء الاصليين الذين اجتمعوا في الدوحة في فبراير الماضي هؤلاء هم وزير الطاق الروسي والسعودي والقطري والفنزولي يحاولون في اعتقادي ولست معهم يحاولون اصدار بيان ينقذ ماء الوجه بمعنى انه بيان مشترك يدفع او يتمنى على الدول الاعضاء في هذا الاجتماع ان يمارسوا كل الانضباط بالنسبة لتجميد الانتاج بما في ذلك ايران وطبعا هذا سيكون بيانا فضفاضا لا يعني الشيء الكثير ولا يلزم اي دولة في ان تلتزم بتجميد الانتاج نعم طيب انتقل لدكتور عبد الرحمن دكتور عبد الرحمن يعني رح نرجع لنفط نتكلم لكن خلينا نتحدى عن صدوق الاستثمارات العامة والذي سيتولى الحقيقة البدائل يعني مثلا جعل الاستثمارات مصدر الدخل لارادة الحكومة السعودية للنفط كيف ممكن يكون ذلك بعد 45 رحية يتم العلانة وثلاثين يوم عن الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى شرف الانبياء والمرسلين اشكركم على الاستضافة شكرا وانا سعيد في هذا اللقاء فيما يتعلق بصندوق الاستثمارات العامة او الصندوق السيادي الذي اعلن عنه ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان هذا الانا كتبت عن هذا الموضوع في يناير في بداية العام هذا الصندوق اساسه دراسة عدتها جامعة هارفرد وانا تابعت هذا الموضوع وتبنت فكرة ان يقتطع نسبة من عائدة النفطية للمملكة وتستثمر في صناديق سيادية موزعة صندوقين سياديين ويكون اصل المبلغ الذي يقتطع من البترول لا يمس انما يؤخذ من العوائد وهناك انواع من توزيع الاستثمارات او المحافظة الاستثمارية في هذا الصندوق توزع البعد عن المخاطر الى اخرى وعوائدها محسوبة وانا الحقيقة لو كنت لم تصل للمحاور لم تصل للمحاور وانا لا اتيت بالارقام التي انا توصلت لها العوائد من هذا الاستثمار خلال من الصندوق السيادي المقترح خلال عشر سنوات حسبناها على اساس العوائد النفطية خلال عشر سنوات الماضية يغطي الميزانية تماما لا نحتاج للبترول لا نحتاج للعوائد البترول اذا ادير ادارة صحيحة اذا الفكرة ممتازة جدا ولكن العبرة في التنفيذ ومن الذي سوف يقوم على ادارة هذا الصندوق هل هم مهنيين او بيروقراطيين هذا هو السؤال اذا رجعنا الى الادارة الاقتصادية على نمطها الذي انا من الفريق الاقتصادي الذي عامل في المملكة في وزارة المالية 33 سنة نعرف ان ادارتنا للاقتصاد لم تكن على المستوى المطلوب ولم نكن بالشكل الذي يجب ان يكون لذلك وصلت الامور الى ما وصلت اليه انا اعتقد ان الفكرة ممتازة الفكرة يعني مبشرة الاقتصادية للمملكة وسوف تنوع من مصادر الاقتصاد او مصادر الداخل ولكن الاهم من الذي سوف يدير هذا الصندوق كيف نهي فريق مهني فريق اقتصادي استثماري لادارة هذا الصندوق هذا اللي يجب ان نعمل عليه وإلا الفكرة ممتازة وجامعة هارفرد في دراسة جامعة هارفرد انا اطلعت عليها وتابعتها ممتازة جدا وواعدة بالنسبة للمملكة وانا متفائل بس بشرط ان تكون الادارة ادارة مهنية وليست ادارة حكومية بيروقراطية نعم جميل جدا يعني المؤشرات تقول انها ستكون ادارة عند حرية حركة اكثر ولكن خلونا بس ناخذ فاصل اول ونعود نتكلم في الشقين الشق الاستثمارات والبدائل ونتكلم عن السياسة النفطية في ظل وجود ضيوفي الاعزة اهلا وسهلا بكم لازمنا نتحدث عن مقابلة البيل الحباب بن سلمان في بلومبرغ والحديث عن التنويع وعن انه نفي المملكة قلقها من انخفاض السعار البترول وتأكيد على ان تجميد الانتر مشروط باخدام المنتجين الكبار ذات الخطوة ضيوفي الاعزة في هذا الملف الدكتور محمد الصبان وهو الخبير النفطي والمستشار المستشار الاقتصادي والخبير النفطي وايضا يسر ان يكون معي الدكتور عبد الرحمن راشد العبداللطيف وهو ايضا الخبير الاقتصادي والمالي رئيس دار ابن خلدول للسجارات المالية والاقتصادية دكتور محمد يعني في الاجتماع اللي في الدوحة ايران غائبة هل هذا سيسهل الوصول الاتفاق هذا اولا ايضا اضيف سؤال ان الامير محمد اشار كذلك الى ان المملكة تستطيع زيادة الانتاج الى 11 مليون ونصف برميل على الفور وان تنتج ما يصل الى 12 مليون ونصف مليون برميل في غضون الشهر كيف تعلق وما هي دلالات هذا التصريح اذا سمحت لي ممكن نعلق على ما ذكره الدكتور عبد الرحمن بالنسبة للصندوق السيادي ممتاز لكن سأسلتي بس بعدين لا لا ما انسى انسي لاتك لا تخاف طيب الصندوق السيادي لم يبدأ بدراسة هارفرد دراسة هارفرد قام بها زميلنا الدكتور خالد السويلم واوضح ان المملكة ستخسر بدون وجود الصندوق السيادي مبالغ طائلة واوضح وحدد المبالغ لكن انا من كنت وعوذ بالله من انا كنت من اوائل من طالب بانشاء الصندوق السيادي في عام 2004 في مقال في جريدة الشرق الاوسط وتلاها عدة مقالات وعدة حوارات مع كثير من نخب المملكة الدول الصندوق السيادي ليس شيء مستحدث وانما هناك الكثير من الدول التي انشأت صندوقا سياديا وكنا نطالب به خاصة حينما بدأت الازمة الاقتصادية العالمية في 2008 ووقتها كانت هناك الكثير من الفرص السهلة والرخيصة التي كان يمكن ان تستقطبها المملكة ويبدو ان زميلي وحبيبي واخي الدكتور عبد الرحمن لطول عمله في وزارة المالية قد يكون هو المسؤول عن عرقلة انشاء الصندوق السيادي في وزارة المالية وعلينا ان نحاسبه الان نحن هو جاء لكبالة محاسبة وبالتالي فبالتالي قد يكون هو اول من يحاسب لكن على العموم هذه فكرة جيدة وانا اعتقد ان وقتها مناسب وليس هناك شيء متأخر اعود الى اسئلتك اخي السؤال بالنسبة لحضور الى ايران ذكرنا انه لم تحضر ايران وهذا قد عرقل في الواقع التوصل الى اتفاق ولو انها اعلنت مسبقا بانها سوف لن تنضم الى اي اتفاق تجميل تود ان يرتفع انتاجها الى اربع مليون برميل يوميا وهي لم تحسب ليس لديها محاسبين ليس كما هو الحال بالنسبة للدكتور عبد الرحمن المحاسبين كان يفترض ان يقولوا للحكومة الايرانية بان زيادة الستمائة البرميل التي يتطلعون اليها مع انخفاض الشديد المتوقع في اسعار النفط نتيجة لعدم تجميد الانتاج يعني الخسارة اكبر بكثير من المكاسب التي تتحقق فيما لو تم تجميد الانتاج وتم تجميد انتاج ايران بالذات في المرحلة القادمة ريثما تتحسن ظروف السوق على العموم نحن سوف لن نؤدي هذا الدور بالنيابة عنهم لكن انا اعتقد ان روسيا وهي الحليف والصديق لايران وايضا العراق عليهم ان يتظاهروا امام السفارات الايرانية ليقولوا لهم تعالوا هذه فرصة ذهبية لتحقيق مكاسب اقتصادية لا تنظروا فقط للنواحي السياسية لكن يبدو ان العاقل الرشيد ليس موجودا بينهم اما السؤال الثاني وهو الخاص بالطاقة الانتاجية للمملكة الطاقة الانتاجية للمملكة هي في حدود 12.5 مليون برميل حينما يذكر سمو الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد باننا نستطيع فورا زيادة مليون برميل على العشرة وثلاثة من عشرة عشرة مليون وثلاثة من عشرة برميل يوميا فان هذه يمكن تحقيقها فورا البقية والوصول الى طاقة اكبر او الى كامل طاقتنا الانتاجية قد يحتاج الى ستة اشهر من اجل تفعيل هذه الطاقة وجعلها طاقة مستدامة وذكر الامير محمد بن سلمان لهذه الاقوال الجميعها ترى بتبين ان الاوراق التي في يد المملكة العربية السعودية هي اكثر واقوى وتستطيع ان تؤثر في الاسواق اذا ما ارادت واذا اردتم ايران او غيرها ان نتجه الى الاسواق لتكون هناك حرب سعرية فنحن جاهزون سواء ليست هناك دولة لديها طاقة انتاجية فائضة على الاطلاق كل الدول قد يكون لديها خمسين البرميل الى اخير لكن لا يصل اطلاقا ولا الى ربع الطاقة الانتاجية الفائضة التي لدى المملكة العربية السعودية هذا هو منبع تصريح محمد بن سلمان واعتقد انه تصريح ذكي جاء في الوقت المناسب نعم طيب اعود لك دكتور عبد الرحمن اذا تبغى ترد على اتهامك بانك كنت سبب هذا واحد الامر الثاني عندما نتحدث عن موضوع مشروع التحول الوطني نعم وهناك من ينظر له بتفاعل وهناك من ينظر له بتشاوم وهناك من يقف موقف المتشائل دعونا نرى ماذا سيفعل اولا انا احيي زميلي وصديقي دكتور محمد والحقيقة انا مديلة لانها ساعدني في استشرته في عنوان الرسالة كان هو في جامعة في جامعة كرورادو بولدر وانا كنت في جامعة دنفر وما يفصلنا الا حوالي 37 مايل وزرته واستشرته في العنوان وكان العنوان ايدني في عنوان اكونوميك انتغريشن امونج جي سي سي منبر استيتس وكان العنوان اول رسالة عن اقتصادية دول مجلس التعاون على كل حال وحييه من هذه المنصة فيما يتعلق في اتهامه لي انا هو اتهامه في محله وانا اعرف انه مدعب ولكن دفعني الى ان اتكلم عن الانا ولست احب ذلك ولكن هناك دراسة انا عملتها عن قدمت لمعالي الوزير خمسة خمسة عام الف واربعمية وثلاثة وعشرين عنوانها عجز الميزانية ارتفع الدين العام الاسباب والحلول المقترحة هذه الدراسة من الاشياء اللي اقترحت الصندوق السيادي الصندوق السيادي كان فيه هاجس من الهواجس عندي بعد العودة من صندوق النقد الدولي انا عملت وساعد لمثل المملكة بصندوق النقد الدولي والحقيقة هذا الموضوع بالنسبة لي انا لديه قناعة تامة فيه وكنت طالب فيه ودري على ذلك الدراسة التي قدمتها لوزير المالية وقتها ومنع تأخر التوقيع عليها سنة وشهر لجرأة الدراسة وكنت تكلم عن الفساد ومن ضمن الاقتراحات التي قدمتها عليه المقترحات والتوصيات التي قدمتها في هذه الدراسة إنشاء لمكافحة الفساد هذه الدراسة كانت عام الف واربعمية وثلاثة وعشرين أرجو أن يكون هذا يبرئني من الاتهام الذي اتهمني به صديقي وعزيزي الدكتور محمد فيما يتعلق بالتحول الوطني التحول الوطني هذا يعني مشروع عملاق ولكن أن يأتي في في مرحلة كأنه كأنه ردت فعل الاشكالية التي نعاني منها في عام أعتقد بالثمانينات انخفض البترول حوالي ثمانية دولار أو تسع دولار وكانت ردة الفعل لتنويع مصادر الدخل بعد فترة بعد ما عادت الأمور ارتفعت سعار النفط وتحسنت الحماس الضعف والدراسات التي يصرف عليها الأموال الملايين جمدت وأدخلت لكن في هذه المرة متفائل لأن الذي يقود الدفة هو الأمير محمد بن سلمان ولمير محمد بن سلمان قائد قيادة شابة ومتحمس لهذا الهدف وأنا متفائل بتحقيقه لكن يجب تهيئة كوادر لتحقيق هذا الهدف كوادر سعودية والمملكة التي هي الخبرات والتي هي التنوع من جميع الخصات من الشباب الذين درسوا في أفضل الجامعات الغربية وغيرها لذا أن يهيئ جيل ويدربوا لمثل هذا المشروع العملاق ككوادر تدير المشروع أنا أعتقد أنها من أولى الأولويات إذا بقي أن يدير المشروع من كان سبباً للمشاكل التي نعاني منها أنا أعتقد أنها سوف يفشل لأن أنا أؤمن بمقولة تنشتاين الذي يقول المشاكل لا يستطيع الذي أوجد المشاكل لا يستطيع أن يوجد حل لها إذن يبقى مستشارين نستعين بهم كاستشارات كبر سنهم وخبرتهم ويبقى الشباب الطموح الذي لديه الاستعداد اليهيئ لتنفيذ هذا المشروع أنت تحكي عن المطبعين مع البريقراطية نعم البريقراطيين الذين تسببوا في المشاكل الذي نعاني منها الآن فوتوا فرص علينا كثيرة فوتوا فرص على الاقتصاد كان يفترض أن نستثمر الكثير من الفرص التي مرت عليها المملكة خلال 15 سنة أو 16 سنة الماضية ولكنها ضاعت علينا يجب أن نعترف بهذا الشيء لو كان هناك إدارة اقتصادية جيدة ما وصلنا إلى هذا المستوى تنوع مصادر الدخل ننادي فيه منذ أكثر من 45 سنة من عام الفوت 300 و73 لكن هناك تراجع لمشكلة الفوت تراجع أيام إقرار في خطة التنمية استراتيجية خطة التنمية عام 73 التي أقرها أعتقد الملك فيصل رحمه الله ونفذت في بداية عهد الملك خالد رحمه الله جميعا وواصل الخطة الملك فهد إلى أن تحققنا الكثير من الانجازات لا ننكر الانجازات التي تحقق ولكن ممكن أن يحصل أفضل منها إذا قرنت بالأنفاق الهائلة الذي أنفق على خطة التنمية بالنسبة للتنوع مصادر الدخل كان وقتها وقت النداء كان أو المطالبة كعنصر أساس في الاستراتيجية الوطنية كان مساهمة النفط 80% من الإرادات أقل من مساهمة النفط في المرحلة التي نحن فيها الآن 90% أو أكثر لأنها تفعت أو أقلت على كل حال بسبب الخفض على كل حال الأمور كانت في انتكاسة وليس في تقدم السبب الإدارة الإدارة الشأن الاقتصادي لم تكن بالمستوى المطلوب ويجب أن نعترف بهذا الشيء وإذا أتهمني لدكتور محمد أنا فعلا في وزارة المالية ولكن يعرف الزملاء قتالي للخروج من الموتقة التي كنا نعاني منها والدليل على ذلك لا أتكلم عن نفسي ولكن حتى الترقية جمدت لجرأتي في الطرح ترقية جمدت في وزارة المالية بسبب جرأتي في الطرح والدراسة موجودة وكل الأشياء التي تعالج الآن نحسب للدكتور محمد الصبانة حركشتك الحقيقة التي طلعت هذا جيد على كل حال هذا ما لديه في هذه الإجابة على السؤال دعا عشان الوقت خلني بس استثمر وجود الدكتور محمد دكتور محمد توقعك أنت شخصية أنا إضافة عندي إلى السؤال رح أعطيك الفرصة بس أضيف لها السؤال على أساس الوقت توقعك لأسعار النفط حتى نهاية السنة هل سنشهد ارتفاعات الوضع كما هو بتنخفض أكثر الوضع كما هو دون تحقيق اتفاق في الدوحة اليوم أو مساء الليلة فإن هذا قد ينذر بحرب سعرية بين المنتجين وينذر بأسعار نفط منخفضة أنا أستاء من تصريحات مثل هذه لكن هذه الحقيقة هناك فائض في المعروض العالمي للبترول حوالي 2 إلى 2.5 مليون برميل يوميا إذا لم تكن هناك فرصة لامتصاص هذا الفائض عن طريق تجميد الانتاج ومن ثم تخفيض الانتاج جماعية ولم يكن هناك انقطاع في مناطق الانتاج لا سمح الله في منطقة معينة لانتاج النفط فإن الوضع إلى نهاية عام 2016 ستكون أسعار تتراوح بين 30 و 40 دولار ولن تتعافى عن هذا المستوى أما دعني أعود ببساطة أنا متفائل جدا وأشارك الدكتور عبد الرحمن تفائل بالنسبة لبرنامج التحول الوطني ليس فقط لكون الشاب الأمير أميرنا محمد بن سلمان هو من يرأس هذا الجهاز الذي سيقوم بترجمة برنامج التحول الوطني إلى برنامج واقع ولكن المبادرات التي ظهرت إلى الآن لم تكن لتتخذ في فترة قصيرة كما يحدث الآن المساءلة للوزراء في إطار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لم تكن لتحدث الآن كل وزير كل مسؤول عليه كل ثلاثة أشهر أن يتقدم أمام المجلس ويستعرض ماذا أنجز هذا إنجاز كبير رسوم على الأراضي البيضاء التفكير في ضريبة المبيعات الإعانات أو ترشيد الإعانات على الوقود وغيرها تحجيم الوزارات وزارة المالية يمكن هذه من الأشياء التي طالب بها الدكتور عبد الرحمن أصبحت وزارة خزانة حتى لو أراد أن يعود إليها الآن قد لا يجد له وظيفة فيها ولو أنهم طبعا من خلال التجميد قد أتركوا له الفرصة لأن يترك الوزارة على العموم في طار البرنامج أنا أعتقد أن الاهتمام السابق في المملكة العربية السعودية هو كان بالتجهيزات الإسمنتية ولم نكن لنهتم بتجهيز العقل السعودي والمواطن السعودي عن طريق تدريبه وتأهيله ليدخل مجال الاقتصاد المعرفي الآن وزارة الاقتصاد والتخطيط تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تنفذ ما قامت به مجموعة الأغر للفكرة الاستراتيجي وهي استراتيجية التحول المملكة إلى اقتصاد معرفي ومجتمع معرفي أنا أعتقد بالإضافة للبرامج التي أعلن عنها أو سيعلن عنها نهاية هذا الشهر بالنمج التحول سيكون هناك توجه للاهتمام الأكبر والأكبر نحو الاقتصاد المعرفي نحو تطوير الإنسان السعودي وأنا متفائل وإن كانت تفاؤلا حذرا أخذا في الاعتبار النقطة التي ذكرها الدكتور عبد الرحمن بأن الإدارة هي الأساس ولا يمكن أن نستخدم الإدارة السابقة القديمة التي استمرأت جلوسها في مراكزها لأكثر من 20 و30 عاما شكرا لك الدكتور محمد الصبان الخبير النفطي والمشتر الاقتصادي شكرا أيضا للدكتور عبد الرحمن الراشد العبد اللطيف وهو أيضا الخبير الاقتصادي والرئيس دار بن خلدول الشراء المالية والاقتصادية شكرا لحضركم ومعنا امتعتون الحقيقة ولعلنا إن شاء الله نعمل حلقة مرة ثانية في مواضيع أخرى تهم الوطن والمواطن وشخصيا أتمنى أن يسمعها المسؤول صاحب القرار لأنها ستنعكس إيجابيا على كافة المستويات فاصل ونعود لكم بعد قليل